السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم أصدقائي وصديقاتي في فيديو جديد فيديو اليوم خاص بالتعبير الكتابي كتابة التقرير الجزء الأول والجزء الثاني صفحة 158 من مرجع واحد الكلمات العربية إذن نبدأ بأنشطة الحصة الأولى أكتسب أقرأ نص الموضوع التالي ثم أنجز المطلوبة نظمت مدرستنا رحلة مدرسية زرت خلالها رفقة زميلاتي وزملائي محمية غابوية أكتب تقريرا عن زيارتي لهذه المحمية الغابوية بالاسترشاد بما يأتي في المقدمة سندكر من رافقني في الزيارة سببها مكانها تاريخها مدتها في العرض سنتحدث فيه عما قمت به خلال هذه الزيارة للمحمية الغابوية الخاتمة أبدي رأيي في هذه المحمية الغابوية أسوغ تقريرا بالاستعانة بما يلي إذن لدينا مجموعة من العبارات إذن سنوظفها لكتابة التقرير إذن بمناسبتي نظمت مدرساتنا رحلة مدرسية إلى محميتي فذهبت رفقة ثم يوم من شهري لسنتي ركبنا ووصلنا إلى المحمية على الساعة كذا وكذا صباحا تناولنا ثم أخذنا نتجول في أرجائها فشاهدت فيها إذن ماذا شاهدت فيها وبحلولي مثلا ما ساعدنا إلى منازلنا مثلا استمتعت بهذه الزيارة لماذا؟ لأني مثلا تعرفت على مكونات الغابة إلى غير ذلك إذن سنسمم التقرير إذن على الشكل التالي إذن سنقرأ هذا التقرير بمناسبة اليوم العالمي للشجرة نظمت مدرستنا رحلة مدرسية إلى محمية غابوية نهاية الأسبوع فذهبت رفقة أصدقائي وصديقاتي يوم الأحد إلى المدرسة للاستعداد للانطلاق نحو الوجهة ركبنا الحافلة وانطلقنا صوب المحمية صوب المحمية وصلنا على الساعة العاشرة صباحا تناولنا وجبة الفطور ثم أخذنا نتجول في أرجائها فشاهدت فيها نباتات متنوعة وحيوانات نادرة وبحلول المساء عدنا إلى منازلنا استمتعت بهذه الزيارة لأني تعرفت على أنواع نباتية وحيوانية كثيرة بعضها نادر إذن هذا هو التقرير نمر الآن إلى الاستنتاج ثم بعد ذلك سنجيب عن أسئلة أطبق إذن لأكتب تقريرا أسترشد بالخطوات الآتية في المقدمة سنحدد المناسبة والزمان والمكان في العرض أذكر فيه الأنشطة والأعمال التي قمت بها في الخاتمة أعبر فيها عن رأيي نمر الآن إلى فقرة أطبق إذن مطلوب منا أن نكتب تقرير عن موضوع النص بالإجابة عن المطلوب بمناسبة يوم الشجارة زرت رفقة أسرتي غابة قريبة من منطقتنا للتعرف عليها أحدد سبب الزيارة ومكانها وزمانها أذكر ما قمت به خلال هذه الزيارة ثم أعبر عن رأيي في الغابة التي زرتها إذن بالنسبة للموضوع الثاني إذن سأقترح عليكم هذا التقرير بمناسبة يوم الشجارة نظمت أسرتي زيارة لغابة قريبة من منطقتنا للتعرف عليها في يوم الأحد على الساعة التاسعة صباحا توجهنا صوب الغابة على متن الصيارة بعد ساعة تقريبا وصلنا إلى المكان غابة كثيفة الأشجار تعج بالحياة وتبعث على البهجة والسرور تجولنا في أنحائها للتعرف على مكوناتها من أشجار وأزهار وحيوانات صغيرة بعد تناول وجبة الغذاء قررنا أن نختم الزيارة بصورة تذكارية لهذه الغابة كانت النزهة جميلة وممتعة أتمنى أن نعود لزيارة هذه الغابة مرة أخرى هذا هو النص أو التقرير الخاص بهذه الزيارة رفقة الأسرة إلى منطقة غابوية إذن أصدقائي سأترككم الآن مع صور التقرير الأول والتقرير الثاني لكي يتسنى لكم الوقت لكتابة الأجوبة كتابة التقرير الأول والتقرير الثاني إذن سأترككم مع الصور إذن موعدنا يتجدد إن شاء الله في الفيديو القديم كونوا في الموعد إذن إلى اللقاء اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة